الاخ ياسر ابراهيم كان بس عم مشاكل من الزراكة اللي بيقول ان هو اللي عايز يشترييني يشترييني ينسموه اي حد ينقص فين ييجو ده عقل جديد اي حد ييجو اي حد اي حد يوم يشوفي خمس سنين ياسر احمد ابراهيم الحنقي خمس سنوات من الفين وسبعتاشر الالفين اتين وعشرين مش ده مش ده توقيعه وبصمته اسموه ايه اللي انت فيها انت بتقرج وادفاجر نفسك محل بقى له ده الخمس سنين الجداد طب عقدوا بقى لديم ده عقدوا القديم هون طب مفيش عقد جديد يا عم قعدك القديم اللي معمول في يوم سبع عشرة خمس مواصل من الفين وثلاتاشر عفين واربعتاشر بيخلص الفين وسبعتاشر الفين وثلاتاشر يبقى فضله كان في القديم فضله سنة فضله سنة يعني في القديم سنة وجديد ده خمس سنين قديم واحد اتنين مشكلة التانية المصاب فاتحي المصاب فاتحي لعب نمروت لعب نمروت جالوا عرض من ايطاليا بيعوا الشغر ترتمية هاتف دولار قلنا لا ما يفعش من يوم ما جالوا عرض دولنا لأ مش عايز يجيب جواه بيجي قدام الجون يشلت يهين يشلت شمال واحنا عارفين بقيتنا جيه عرض من نادي التعاوم السعودي خمسة مليون دولار ربيع ويعني يحاول بيك مليون وعارف اعطاكم مليون رقمية على ما تذكر اي عقد لاعب بيتم عرضه في عقد السلاسي انا والنادي وهو بعد ماتش لاعلي بساعة خلع خدوا السفر وهرب على تركيا عشان ما يمديش على عقده السلاسي البيه اللي كاتب في جورنان اول مبارح ان عبراز كتبا المرتضى منصور اعمل مشكلة مع كل الاندية في مصر وخارج هو دي مش هو نادي هو لو ممضاش على العقد السلاسي مش يبقى حر خلاص يبقى الفلوس اللي فضل عند النادي التعاوم الثانية 8600 ملناش فيها هو انا اقض على فاية زي ما اجوه قدهم على فاهم فما بعدش البطاعة الدولية الا ما اللاعب يمدي على العقد السلاسي عندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة